اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في كاس الأمم الأفريقية النهاردة طالع بتشيرت المنتخب وفعلا ده فخر وشرف لنا كلنا التشيرت ده يا جماعة تمن وغالي جدا التشيرت ده تقيل جدا مش أي حد هشيل التشيرت فإحنا بجد في مصر تحيا مصر بجد شفنا منتخب رائع جدا تحيات لكابتن شوقي غريب إذا كان بيشفنا أو هيسمعني بعد كده تحيات لكابتن شوقي غريب تحيات لمعالي وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبحي على التنظيم تحيات للدخلية على التأمين تحية كبيرة جدا لجيش وتحية عظيمة جدا عظيمة جدا لجمهور العظيم قبل كده طالبت ان الجمهور يرجع بجد كانت حاجة تشرف احنا شعب عظيم جدا احنا شعب قوي احنا نقدر نخط المستحيل حضور الجمهور في استاد القاهرة الدولي بجد حاجة تفرح وبجد قد إيه كنا مبسوطين جدا اللي استاد كان بيبقى فيه سبعة وعشرين ألف أو خمسين ألف ما كناش متوقعين يعني المتخب الألوم بيطلع قبل كده بطولات بس ما كناش بنشوف بالعدد ده السناء دي أو البطولة دي شفنا حاجة مختلفة جدا شفنا طعم تاني شفنا رئوناك تاني شفنا بجد بطولة جميلة جدا وشفنا جمهور عظيم وهفضل أقول للسنة والسنتين والمليون احنا جمهور عظيم احنا فعلا بمصر قادرة وبنقدر نخط المستحيل بس ده بشعبها بجمهورها بجيشها وشرطتها بوزارتها فعلا بجد شابو شابو معالي وزير الشباب ورياضة شابو رئيسنا عبدالفتاح السيسي استاد القاهرة هو فعلا حالة من السعادة وهي ما فرحنا في استاد القاهرة ده كتير قوي استاد القاهرة حالة استاد القاهرة نشوة استاد القاهرة بجد يعني من حاجة فعلا بجد ووجدنا في استاد القاهرة واحنا بتشجع المنتخب كان حاجة عظيمة جدا عايزين ندخل شوية في الفنيات ولو اني مش محتاجة أتكلم في الفنيات كانت في روح كانت في عزيمة كانت في إرادة تحت قيادة الكابتن شوقي غريب شابوه كابتن شوقي غريب شابوه رمضان صبحي مع اني طلعت انتقطه بس فعلا الأزمة أو الشدة بتباير الرجال شفنا في البطولة دي مش عايز أنسى حد ولا أنسى كريم العراق ولا أنسى أبو الفتوح ولا أنسى أقرأ انتوا فيه ولا أنسى ناصر ماهر ولا أنسى عمار حمدي عمار لسه مكلمه مبارح مبارك له بجد شفنا روح في الملعب بجد فعلا كان نفسنا نشوفها في المنتخب الأول لقرة القدم بس للأسف ما شفناهاش بجد حاجة بجد يعني للأسف فريق الأول في حاجة كده مش طبعية أنا مش عايزين ندخل للفريق الأول خلينا فرحتنا وخلينا في الروح الجميلة بجد شفنا في الملعب رجالة الولاد كانوا رجالة جدا لحظة رفع كاس الأمم في السادة القاهرة تذكرنا 2006 مصر بلد البطلات منتخب مصر قده وقدود منتخب مصر بقيادة جمال معتمد بقيادة كابتن شوقي غريب بقيادة أحمد بلاد بقيادة كابتن محمد شوقي كنا بينشوف الفرحة في عيون اللعيبة وشوقنا روح الكابتن شوقي اشتغل صح بعد توفيه ربنا كابتن شوقي اشتغل كويس جدا الكابتن شوقي قدر يعمل توليفة جميلة جدا وحاجة بجد تشرف كابتن شوقي يتحط تاج تاج يتلبس على الراس كابتن شوقي قدر يفرحنا كابتن شوقي لما جي قفل على نفسه محد شافه قد إيه الكابتن شوقي تعب وأنا كنت متابع بعض الخطوات للمنتخب قد إيه اللعبة دي عسكرت على نفسها قد إيه رمضان صبح كان بيلمي اللعبة والروح لو كان معي الفيديو كنت جيبته بجد كنا شافيه الروح رمضان صبح بيكلم زميله لأ بجد بجد يعني قد إيه فخورين بالمنتخب قد إيه يعني هنشوف إن شاء الله في تكريو عشرين عشرين إحنا منتخب لا يقبل القسمة على اثنين إحنا نتملي رقم واحد فإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله كابتن شوقي قدر يلعب كل مطش مطش خد أخذ كل مطش بطولة كابتن شوقي كان كل مطش منشوف مفاجآت عندما سأل رمضان صبحي وجود محمد صراح في بعض المؤتمرات الصحفية ده بيرجع برضو للزكاء اللاعب ودي توعية الكابتن شوقي غريب رمضان صبحي رد بالنص وقال إحنا واحد وعشرين راجل وفعلا بجد يا ابني أنت كنت قدها كنت واحد وعشرين راجل وكنا الجمهور كان في ظهرنا وفي ظهر الناس كلها بجد الجمهور قد إيه الجمهور ده عظيم كرة القدم زي ما قلنا عايزين دي طبق خطوة عايزين نعمل حاجة صغيرة أو نبص عايزين نعمل متخب تحت القلوم بده متخب تاني إن شاء الله تسعين في المئة من الولاد دولها إن شاء الله طريقين عندها كبيرة جدا كان فيه ولاد ما لهمش أسماء والحمد لله بيدلهم أسماء دلاته بيقوا نجوم كبيرة جدا بس مش عايزين الإعلام يتكى على حيث تلي عايزين بس نسيب الولاد ياخدوا راحتهم كل واحد يرجع فرقته هيبقى فيه تكوي 20-20 إن شاء الله هكون على خير عايزين زي ما قلت في قبل الحلقات أو بعض الحلقات قبل كده قلنا إحنا بنجهز البراعم الولد الصغير لازم يعني لازم كل مدرب بتاع أكاديمي أو مدرب قطاع ناشئين هات ولادك وفرجهم فعلا دون درس قوي جدا في الروح دون درس درس قوي جدا في العزيمة دون درس بجد في الروح الجميلة دون درس يعني إيه بطولة بجد عايزي الناس كلها يعني عايزي المدربين أو بتقول أكاديمي لإنه طلعت قبل كده وللأسف بعد كده طلعت تهجم فما علينا من ده كله إحنا عايزين الناس تبدأ تبص على المتخب كل واحد عنده أكاديمي أو كل واحد ماسك في مكان أو يعد تفرج ادرس المبارات دي فعلا دراسة ادرس فرج الولاد أنا بشكر كل حد خد ابنه أو خد أخوه أو خد صديقه أو خد المدرسة بتاعته نزل به أستاذ القاهرة أنا بنشكر كل واحد نزل أستاذ القاهرة وبنقول له شكرا لك جدا بجد مصر بتظهر وقت الشدة وإحنا كنا محتاجين لفرحة كنا محتاجين لفطولة هنرجع بعد الحاجات الفنية الكابتن شوي غريب بدأ يلعب بتاكتك من أول مطش ما كانش فيه السابورت الكوي كنا بنلعب بحظر دفاعي ما كناش اللي بنلعب بالطرفين كان كريم العراقي وكان أبو الفتوح وأبو الفتوح ظهر بشكل قوي جدا جدا أبو الفتوح احتمال كبير جدا يرجع الزمالك وده خبر لسه مش عارفين بدأ يلعب بطرفين قوي جدا رمضان صبحي ورمضان صبحي كان أحيانا بينزل هاف ديفندر نصر ماهر ظهر بشكل قوي جدا عمار حمدي الناس قبل كده يعني عمار حمدي بجد من اللعيبة القوي جدا وإن شاء الله نشوف المنتخب في حلقة جديدة بإذن الله من برنامج الأساس وهنرجع نتكلم عن المنتخب ففاصل واستنون ونرجع لكم تاني